السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير في بداية الفيديو كده ما تنسوش تصله على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نوفر الغاز في سخانات المية اللي موجودة في كل بيت وهنتعلم برضو زاي نقدر نتحكم في التلات بكرات اللي موجودة في السخان عشان خطر نقدر نوصل لأحسن اعداد بحيث ان هو يقدر يديلنا ضغط مية عالي وفي نفس الوقت ما يستهلكش مننا غاز كتير سريعا كده احنا نشرح مع بعض دلوقتي وظائف التلات بكرات اللي موجودة معنا في السخان اول بكرة معنا فوق على اليمين كده اللي هي بكرة ضغط المية اللي هي اسمها ووترفلو الووترفلو ديت هي اللي بتقدر تتحكم في ضغط المية يعني احنا كده خليناها على لو كده ضغط المية اللي هتخرج من السخان اللي هي المية السخنة هتخرج كده بكمية ضعيفة انما لو احنا عايزين ضغط المية يكون عالي هنخليها على الشمال اللي هي هواي كده يخرج لنا اعلى كمية مهين اما بالنسبة للبكرة الصغيرة اللي فوق في النص دي البكرة ديت بنتحكم فيها في فصل الصيف وفصل الشتة بس لو احنا في الصيف هنخلي البكرة على اليمين اللي هي صمر لو احنا في الشتة هنخليها على الشمال اللي هي وينتر لو لاحظنا كمان لو خليناها على صمر بنيجي نبص في السخان من جوة هنلاقي شعلة واحدة بس اللي شغالة انما لو حولناها على وينتر اللي هو الوضع بتاع الشتا هنلاقي ان التلات شعلات اللي جوه في السخان شغالين مع بعض بحيث ان هو يقدر يدلنا اعلى درجة حرارة لان طبعا في الشتا بنحتاج ان احنا نسخن المية جامد عن الصيف. اما بقى البقرة اللي على الشمال ديت اللي بنقدر نتحكم فيها في درجة الحرارة بتاعة المية. لو احنا طبعا خليناها على الشمال خالص كده اللي هي له كده هيبقى اضعف حاجة. انما لو احنا عايزين نعلي المية شوية هنبدأ نتحكم فيها ان احنا نحرك البقرة يمين شوية لحد ما نقدر نوصل لاعلى درجة حرارة ويفضل انها تكون خمسة وتلاتين من خمسة وتلاتين لتمانية وتلاتين. اقل من كده المية هتكون بردة. ولو اعلى من كده هتكون المية سخنة. وهتكون صعبة ان حد يقدر يستحمى بها. لو لاحزنا دلوقتي ان كل ما هنعل البقرة هنلاحز ان الشاشة ديجيتال اللي قدامنا اه درجة الحرارة اللي موجودة فيها تبدأ تعلى معنا. ولو احنا رجعناها تاني على لو هنلاحز برضو ان درجة الحرارة بتبدأ توطى معنا. يارب بتكون استفدتم من فيديو النهاردة. ياريت لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة واشوفو الشوكو مع الاخيرين ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة.